كورس كاب كط الحترافي من الصفر راح تسألي وتقول ليش بالتحديد تطبيق كاب كط اولا لانه مجاني ثانيا لانه احترافي ثالثا لانه سريع ويشتغل على الجوال والكمبيوتر رابعا فيه كل الادوات اللي احتاجها كل من في جوصان المحتوى خامسا لانه واجهته سهلة وبسيطة سالسل لانه مدعوم بادوات ذكا صناعة تطور في كل ابديث وتحديث جديد ايش تريد اكثر من كذا يا صديق العسل جيب مشروك المفضل وشغل جهازك وتابع معي اول حلقة من كورس كاب كط الاحترافي ويلا بينا نبدأ على بركة الله اليوم عندنا اول حلقة وهي كيفية تنزيل برنامج على نظام وندوز او على المات وانا راح اترك لكم رابط الموقع في وصف الفيديو او الحلقة او كل الحلقات عشان تنزلونه طبعا راح نكتب في محرك البحث تنزيل للكمبيوتر من هنا تروح على كاب كات طبعا هذا الواجهة الرئيسية الموقع كاب كات راح تنزل للاسفل تلاقي رابط او التحميل من هذا المكان تطلب منه تحميل الان يقول لك جاري التحميل مباشر اذا عندك انت برنامج التحميل راح مباشر يبدأ بالتنزيل بهذا الطريقة اوكي ننتظر شوية بعد ما يحمل الان تم تنزيل التطبيق نفتح المجلد راح يفتح معك بهذا الشكل بعدها راح تثبته على الويندوز عندك الان راح يبدأ تثبيت التطبيق طيب اصدقائي بعد ما انتهينا من تثبيت البرنامج راح تفتح الواجهة بهذا الطريقة من هنا بهذا الطريقة راح تفتح لك الواجهة بهذا الطريقة طبعا عندي ملفات وبروشكتات انا مشتعل عليها على البرنامج عشان فعلا خمسين في المية من شغلي على برنامج كوكتلان وسهل وسريع وفيه ادوات كثيرة غير متوفرة في التطبيقات والبرنامجات هنا مثل اوديو بيمير ومثل دافنشي ريزول لو اعطي الان راح تفتح لنا الواجهة الرئيسية اليوم راح نشرح الواجهة الرئيسية في هذا الحلقة راح نتعرف على الواجهة الرئيسية مع بعض وراح نشوف كيف اه الاقسام الرئيسية للواجهة طبعا راح تفتح لك الواجهة بهذا الشكل طبعا كلها باللغة الانجليزية بل بداية راح تخاف وابدقول اه هذا ايش التطبيق وايش الاشياء اللي انا ما يفهمانها وايش التقسيمات هذه وحب اقول لك انه التطبيق هذا ابسط وافضل واجهة التطبيقات مرت عليه خلال اه مسيرتي في المونتاج والتحرير اول حاجة عندنا ثلاث اقسام للواجهة الرئيسية القسم الايمن هذا اللي راح تكون في الكيفريمات وفي القائمة التلوين الكولارز وقائمة الصوت وتعديل الصوت هذا القائمة من هنا اليمين وهنا راح يكون الفيدو اللي انت راح تشتغل عليه في هذا القسم والقسم اليساري هذا راح يكون في القسم هذا اللي هي الميديا الاشياء التي تضيفها البروجك وهنا قائمة تم وت Кстати Struktures وطبعا من هنا من اسفل هو خطة تايم لاين خطة تايم لاين اللي راح يكون فيه الفيديو والاشياء اللي راح تشتغل عليها وراح تتظهر بشكل مباشر في الفيديو بهذا المكان تمام عندك هنا ازرار راح نتعرف عليها كلها مع بعض بهذا الحلقة كل القوائم هذه راح نتعرف عليها مع بعض في الحلقة اول حاجة راح نجيب فيديو مثلا عندي اي فيديو انا شغال عليه خاص فيه مثلا فرضا هذا الفيديو اللي انا اه راح اشتغل علي مثلا اول ما اسحبه اه كده سحب مباشر على التطبيق اذا ما اسحب معك مباشر تقدر تروح على هذا التطبيق من هنا اه مباشر تختار انت المكان اللي انت شغال عليه مثلا عندي هذا الفيديو تمام اسحب كده على الطايم لاين بهذا الطريقة راح يظهر عندي مثل ما شفنا بعض هنا هذا القائمة راح تكون فيها الاشياء اللي انت راح تشتغل عليها وراح اه تكون جميع المشاريع والاضافات والاشياء اللي انت تضيفها من صوت ومن صورة ومن اه اشياء تشتغل عليها راح تكون في هذا المكان وتسحب اي شي تشتغل عليه تسحب مباشر على التايم لاين بهذا الطريقة تمام راح يظهر عندك الفيديو بهذا المكان اللي انت راح تشتغل عليه طبعا تقدر تكبر الحجم شوي اذا شفت انت الحجم هذا صغير عليك مباشر بهذا الشكل اه هنا التايم لاين مثل ما اتفقنا طيب الان راح اشرح قائمة قائمة الان الاحظ انه بعد ما ادخلت الفيديو ظهرت عندي قائمة على اليمين القائمة لو اضغط كليك يسار مباشر كذا راح تختفي لو اضغط على الفيديو ضغط يسار كليك يسار راح تظهر عندي هذا القائمة القائمة هذي ايش يعني يعني راح يتم تطبيق اي شي فيها على الفيديو مباشرة يعني لو اخفيت الفيديو بهذا الطريقة ما في شي ما يضغط على فيديو ولا على اي صورة لا ولا على اي صورة اختفت عندي القائمة. راح يظهر عندي فقط آآ الخاص في الفيديو كم واش من مسجل وآآ خاص بالفيديو. انا ما اهمني هذا. اهمني الان ابدأ اتعرف على اهم قائمة في تطبيق القائمة اليوم هذه تعتبر من اهم القوائم الموجودة في البرامج لانها تتحكم في اشياء كثيرة في الفيديو. فمثلا خلنا نكتم الصوت عشان ايش ما يسبب لي زعج اثناء التسجيل ويكون تزيل واضح. طيب طيب الان الفيديو. اول قائمة من القائمة اللي راح تكون على اليمينك الان هي الفيديو. الفيديو ايش يعني? الفيديو راح يتحكم هذا القائمة راح تتحكم في الخاص في الفيديو وراح تتحكم في الخاص في الفيديو وراح تتحكم في الاشياء كثيرة منها ازالة اه ازالة النويز وادوات الذكاء الصناعة الخاصة في الفيديو وهذه راح نتعرف عليها كلها في الحلقات الجاية ان شاء الله. وراح اه نشوفها وحدة وحدة بطريقة بسيطة وسهلة. القائمة الثانية هي اوديو. اوديو راح تتحكم في الصوت الموجود داخل الفيديو. يعني انا عندي صوت هنا داخل الفيديو. اقدر اتحكم في الصوت مستوى الصوت. واقدر اضيف اه يعني تدرج بدخول الصوت وتدرج للخروج الصوت. لاحظ معي من تحت. صار معي بهذا الشكل. لو اه اشيله راح يبدأ يروح يكون حاد. فهذا راح نتعرف بعد في قسم الصوت راح نتعرف عليها مع بعض. السبيد هو حركة الفيديو. حركة الفيديو. حركة الكيفريم. نعرف ان الفيديو كل فيديو يتكون من الكيفريمات. الكيفريمات هذه عم ما تكون الفيديوهات مسجلها ثلاثين كيفريم. اه مصور على ثالثين او مصور على ستين كيفريم او مصور على مية وعشرين. فهذا تتحكم في الكيفريمات. لو انا نقصتها فهذا الشكل. راح الاحظ ان الفيديو صار بطيء. لو ازيدها راح اراحظ ان الفيديو porumbia будет الحلقات الجاية. القسم الثاني لنا القائمة اليوم هي 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 البريستات الجاهزة الخاصة في تقدر تطبق على اي شيء وهذه راح نتعرف عليها بعد في القسم الجاي. عندنا قائمة اه اه هذه القائمة الخاصة في التلوين. هذه القائمة متكاملة تحتاج درس كامل عشان نفهم كيف نلون على تطبيق كوكات كيف نشتغل ونطلع فيديو احترافي في التلوين. منها ثلاث قوائم رئيسية تابعة لقائمة التلوين. نروح على اليمين هي اي اي ستايلز هذه قائمة جديدة ظهرت في الفين واربا وعشرين في اخر اصدار مصدار كوكات وهذه مهمة جدا وراح نتعرف عليها وكيف نستفيد منها في حلقة الذكاء الصناعي في تطبيق كوكات ورجعين عليها ان شاء الله وراح نتعرف عليها مع بعض. طيب الان انا خلصت من القائمة اليوم القائمة اللي في الوسط. هذا القائمة الوسط اللي راح يظهر فيها الفيديو. طيب عندي تحت عندي ثلاث اه خيارات. الخيار هذا يتحكم في مقاس الفيديو. مثلا عايز يكون مقاس ستعاش على تسعة هو المقاس اللي راح يكون بهذا الشكل اللي هو مقاس اليوتيوب او مقاس آآ اربعة على ثلاثة اللي راح يكون مربع تقريبا بهذا الشكل. او مقاس اللي انت راح تشتغل عليه مثلا مقاس تسعة على ستعاش. لاحظوا انه صار معي تسعة على ستعاش. يعني آآ تتحكم في المقاسات من قائمة آآ ريت الموجودة هنا. لو تضغط رحية في في الماوس مباشر راح تظهر عندك هذه القائمة وهنا ترجع الفيديو على وضعه اللي كان عليه وضعه الطبيعي عشان نرجع على الوضع الطبيعي نتحكم في خلنا نشوف الفيديو هذا الشكل لاحظ معي تمام طيب هنا عندنا آآ هذه تتحكم في جودة الفيديو المعروضة حاليا يعني المعروضة حاليا على البرنامج هذه تتحكم فيها بما هذه القائمة وراح نجي تشرح ان شاء الله في الحلقة الجاي بس نتعرف على تقسيمات البرنامج عشان نفهم كيف نقدر نشتغل في الحلقات الجاية ونكون فهمنا واخذنا النظرة الشاملة لتطبيق كبكات وفهمنا ايش القائمة اللي راح نشتغل عليه في اليمين وايش القائمة اللي في الوسط طبعا هنا راح يظهر عندك مستوى الصوت وهنا الفيديو كم المدة اللي راح تكون في الفيديو هنا مثلا عندي الفيديو من آآ اثنين واربعين ثانية هنا مدة الفيديو النهائية وهنا المدة اللي راح تكون موجودة عليها في حاليا على هذا الخط تمام وهنا تتقدر من هنا تشغل الفيديو راح يشتغل معك الفيديو مباشرة تقدر توقف الفيديو من هذا المكان تمام طيبة تطفي الفيديو اللي انت شغال عليه من هذا القائمة تقدر طبعا من هذا القائمة تقدر تكبر الفيديو مباشرة تقدر تسوي على الفيديو. وترجع الفيديو بهذه الطريقة. ترجع وتكبر اه تسوي زوم عن الفيديو. ومن هذا من هنا تقدر تكرر الفيديو الشاشة كاملة بحيث انك تشوف الفيديو على طبيعته على كاملة الشاشة فل الشاشة. عشان اذا عندك تفاصيل او اشياء حابده تعرف عليها. تمام هذه الان فهمنا القائمة اليمنى والقائمة اللي في الوسط. روح القائمة اليسرى. القائمة اليسرى طبعا فيها اشياء مهمة مثل ما شرحتها ببداية الحلقة عندنا القائمة الاولى اللي هي ميديا هي جميع عناصر اللي اضيفها هنا مثلا انا اضيف اكثر من عنصر مثلا لو راح اجيب بورت مثلا اضيف اه عناصر كثيرة اضيفها بهذا الشكل من اصوات وايقونات واشياء فراح تنضاف كلها في هذا المكان تقدر تختار منها اي شي تريدو تنزلو على التايم لاين وتشتغل مباشرة تمام هذه القائمة الميديا راح يكون فيها الصوت والصور والاشياء اللي انت اضيفها في مشروعك الشغل عليه طيب الاوديو الاوديو هو يضيف لك اشياء واشياء موجودة جاهزة داخل التطبيق منها قائمة افكت ميوزيك طبعا احنا ما استخدم الميوزيك انا غالبا في اعمالي ميوزيك الاشياء اللي انت راح تشتر عليها اه ساوند افكت الافكتات الجاهزة اللي هي مؤثرة صوتية من اه مؤثرات اه مؤثرات موشن مؤثرات انتقالات مؤثرات هذه كلها موجودة من قائمة الصوت والميوزيك تمام وعندك اشياء كثيرة خاصة في القائمة مثلا شخص يضحك شخص يبكي شخص اه صوت جرس اه صوت اه طبيعة صوت حصان كلها موجودة بهذا المكان وهذا الجميل في تطبيق كوكاتل انه يضيف لك اشياء جاهزة داخل التطبيق تشتغل عليها تمام بدون ما تثبت اي اضافات والكوبيرايت الكوبيرايت عبارة عن اشياء انت تشتغل عليها ورح نتعرف عليها ان شاء الله في الحلقات الجاية وهذه البعد رح نتعرف عليها في الحلقات الجاية وهذا رح نتعرف عليها في الحلقات الجاية. قائمة الثالثة من الجهة اليسرى تيكست هي الاشياء النصوص والتمبرت الجاهز الخاص في النصوص. مثل عايزة تضيف نص مباشرة تسحب بهذا الشكل وضيف النص مباشرة رح يظهر عندك في الواجه بهذا الشكل. اضيف اي نص تكتب عليه اهلا بكم مثلا اهلا بكم بكورس كاب كات. اي حاجة احاب تكتب عليها بهذا المكان رح تظهر عندك النصوص هنا وراح تظهر عندك قائمة جديدة على اليمين خاصة في النص والتحكم في النص مثلا تتحكم في النص من بولد مايل اه لون النص مثلا تريد تختار احمر بهذا الشكل اه اه مثلا اه تختار اه كبير اه اه اذا كان لغة انجليزية تختار احرف كبير بهذا الشكل تريد احرف صغيرة وهنا بولد او اه اه ميديام عادي وهنا تتحكم في حجم الخط بهذا الشكل فيعطيك قائمة جديدة خاصة في النص وراح تظهر لقوام اخرى جديدة خاص في ديزاين النص من لون واشكال على اليمين طبعا هي كلها من قائمة النص اللي هي القائمة الثالثة من القائمة اليسرى وهنا تتحكم في اسكيل حجم ومكان النص وهنا تتحكم في اه موقع النص يمين او يسار بشكل يعني غير يدوي تتحكم فيه بشكل رقمي وهنا المكان تتحكم في مكان النص توزيع النص اذا كان عندك مثلا عدة نصوص واشياء عايز تحول مكانها بشكل مرتب اول الفيديو واخر الفيديو او يمين الفيديو او وسط الفيديو بهذا الشكل عشان تعرف مكانها بالضبط يعني تضغط هذا مكان راح يعطيك هي اسفل وسط الفيديو عشان تعرف مكان الفيديو وهنا يعطيك المود والبناء مود تتحكم في وهنا يعطيك اللون لاحظ اللون استروك اسود راح نجع لها بالتفصيل كلها في حلقة النصوص نشرحها بالكامل لكن بس الان اعطيكم نظرة عامة عشان نتحرف على كبكات والواجه الرئيسي عشان نكون جاهزين نشتغل في الحلقات الجاية مع بعض ونكون فهمنا قدر امكان من المعلومات العامة عن تطبيق كبكات هنا قائمة استيكرز هي قائمة جاهزة فيها كثير من استيكرات والجرافيكس الخاصة في الفيديو والمؤثرات البصرية تقدر تستخدمها في جميع اعمالك وبشكل مجاني وبشكل رائع وشرط استخدامها لازم تكون منزلها قبل ولازم تكون متصل في الانترنت عشان تشتغل عندك قائمة الرابعة من القائمة الاسية اليسرى هي قائمة وهذه مهمة جدا 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 القائمة فيها الكثير من التأثيرات البصرية والتأثيرات الجميلة للفيديوهات والمؤثرات من بلور واشياء كثيرة مهمة جدا راح نشتغل عليها ونشرحها في الفيديو الخاص فيها ان شاء الله ولو افتح كل قائمة لو تفتحها من اليسار راح تفتح لقائمة آآ ثانية مختلفة عن الاخرى تلاقي فيها جميع التأثيرات ويعطيك فيديو شرح تفصيلي كيف راح يكون تأثير هذا التأثير على الفيديو الخاص فيك القائمة سادسة من آآ من القائمة اليسرى هي 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 الانتقالات بين الفيديوهات مثلا عندي فيديو من هنا حابة سوي انتقال له فتقدر تستخدم هذا القائمة وتستفيد منها وراح نجيها بعد في الحلقة خاصة فيها القائمة السابعة هي قائمة وهي قائمة وهي قائمة مهمة جدا وهي تغيير مود اللون الخاص في اللون الخاص في الفيديو مثلا عندك مود سينمائي مود طعام مود اكل مود شرب فانت تقدر تتحكم في هذا القائمة ويعطيك يعني الكثير من المود الجاهز الخاص في التأثيرات الخاصة في الفيديوهات عشان تحصل على تأثيرات سينمائية تأثيرات رائعة جدا للفيديو اللي راح تشتغل عليه تأثيرات مثلا خاصة في الطعام تأثيرات خاصة في الاكل وهذه كلها راح نجي عليها بعد في اشراحها قائمة الاخيرة الثامنة هي قائمة هذه قائمة مهمة جدا وهي تعتبر من الاشياء الاحترافية داخل اي تطبيق خاص في المونتاج راح نجي على شرحها ان شاء الله ومن ضمنها ال اه ال اه ال يو تي راح نجي على شرحها بعدها اللي هي ضيف تأثيرات خارجية للجاهزة من مواقع وتشتغل عليها وتطبقها على تطبيق وهذا شيء وهذا شيء يعتبر الاحتراف الان خلصنا من شرح القائمة الاولى والقائمة اللي في الوسط والقائمة اليسرى بشكل سريع تمام وطبعا من فوق عندنا قائمة المينيو هي القائمة الرئيسية اللي خاصة في ضبط اعدادات البرنامج وهذه ما راح نحتم فيها كثيرا لانه ما راح نستخدمها غالبا الا للاشياء اللي اه تكون اثناء تعطيل البرنامج وطبعا عندنا من فوق عشان ما ننسى من فوق هنا قائمة القائمة الخاصة باختصارات التطبيق وعندها القائمة اللي هي خاصة في توزيعات التطبيق مثلا تريدو راح يتغير عندك مود التطبيق نشوف مع بعض كيف راح يتغير هذا يصير في الوسط ولو اختار هذا مثلا بلاير راح يتغير عندي التطبيق راح يشوف اللاحظ انه هذه صارت يمين لو اختار مثلا اجست اه اجست كيف راح يكون معي راح يبدأ يضيف لي والتحكم في لو ارجع عليها من جديد اقدر اضيفها مثلا اه لو لاحظة اذا خربت معي رجع بهذا الشكل ولو خربت معي بس ارجع على يرجع ليها مثل ما كانت بهذا الشكل كل هذه من فوق اه اذا خربت معك ببساطة فقط تضغط على راح ترجع معك الامور زي ما كانت تمام يكون حنا شرحنا من فوق كل القائمة الخاصة في تطبيق من القائمة العلوية اليمنى والقائمة اللي في الوسط من ضمنها هذه القائمة اللي راح تكون اه خاصة في جميع القوامة الخاصة في طبعا هذه قائمة خاصة في والاشياء الخاصة في الفيديو تظهر الالوان من هذا البكان تظهر اه الالوان ومستور الالوان مثل الاخضر والاحمر والازرق هذه في قائمة الالوان راح نتعرف عليها الان ما راح تهمنا هنا الكواليتي الكواليتي مثلا عشان تظهر آآ جودة الفيديو طيب قائمة القواليتي وقائمة الالوان تقدر تتحكم فيها من هذا مكان تظهر من هذا مكان ما راح نتطلق لها طيب الآن شرحنا ثلاث قائمة رئيسية للعلوية الآن نجي من أسفل نشوف الأدوات اللي راح نشتغل عليها ايش هي هذه الأدوات طبع عندنا هذا السهم من هنا هذي يكبر لك الطايم لاين مثلا عايز تكبر الطايم لاين أكثر درجة عشان تشوفه في تفاصيل معينة داخل الفيديو راح يظهر لك يا بهذا الشكل وتصغيرها عشان تروح وتنتقل بحركة اسرع داخل الفيديو الزرين هذول اليمين لازم تكونوا شغالين على طول عشان تقدر تشتغل وتعاين المشاهد باريحة تم الزر هذا عشان ايش عشان لو كان عندك فيديو هين مقطعات لو ترجع بهذا الشكل عشان يقول لك انه الفيديو تم لصقه وما في فراغ بيناتهم لو قصت فيديو فيديو عشان لو تشيل الفيديو هذا من هذا مكان تشيله هنا عشان تعرف انه فعلا صار آآ ما في فراغ بين الفيديو هين عشان ما يكون فيه تقطيع وهذا الزر عشان انت لو كان عندك فيديو هذا مكان وهذا مكان بعدة فيديوهات وحاب بضغط الزر واحدة تجمعهم مع بعض وباشر فيجمع لك الفيديوهات مع بعض طبعا عندنا هذا المكان هذا التسجيل الصوت مباشرة عندك صوت تسجل مباشرة داخل التطبيق وهنا القائمة قائمة الكيفريمات مثلا عايز تساويك Arrives prochain فيظهر لك قائم الكيفريمات عندنا القائمة اللي على اليسار هو قص الفيديو اعايز تقص الجزء من الفيديو بهذا الشكل راح يقصص لك جزء من الفيديو ببساطة شوف لاحظ معي قص الفيديو تمام ببساطة انت اتقلي ان اشتغلت على هذا الفيديو او على هذا الفيديو خلنا نشوف هذا الفيديو القصة للفيديو آآ ببساطة هنا يعطيك للفيديو مائة وثلاثين خمسة وميربعين درجة ينقل لك الفيديو بين درجات معينة. وهنا يقلب الفيديو مثلا على اليسار او على اليمين. وهنا يعكس لك حركة الفيديو. اذا لاحظ ان الفيديو مثلا عندك سيارة تمشي على اليمين. او عندك انتقال وشي يجي من اليسار اليمين فهو انا يعكس لك حركة الفيديو بهذا الشكل. هذا الشي راح نرعى عليه بشكل احتراف في اه الكيفريم في حلقة الكيفريم والتحريك على كبكات. لاحظ معاي انه بدأ يعكس لي حركة الفيديو. راح استفيد طبعا من هذا الحركة باشياء كثيرة. لو رجعها راح يرجع الفيديو حركته الطبيعية. تمام? ومن هنا راح تقدر تقسم اجزاء من الفيديو. وهدي ثبت حركة صورة معينة من الفيديو عشان تشتغل مثلا عندي هذه الصورة. عايزة تثبتها. مباشر اضغط عليه. واضغط سكرين. راح ياخذ لي سكرين اه من الفيديو وثبتها. وهذه راح نجي عليها بعد في الحلقات الجاية. وعشان اه نعرف كيف نستفيد منها داخل المونتاج. على كبكات. طبعا من هنا قائمة المسح اذا عايز تمسح انصر. مباشرة تظهر لقائمة البسح اللي هي سلة المهمة لا ديليت. تمسح جزء معين. شي ما عجبك. طبعا من هنا مهم جدا انك تعرف القوامة الثلاثة الرئيسية اللي راح تتشتغل عليها في كل فيديو اللي هي هذه الازرار الاربعة. ومن ضمن هذه الازرار. ومن ضمن هذه الازرار. طبعا الزر هذا يسمح لك لك تمسح من خط هذا الابيض. يمين مباشر. تمسح كل شي يمين على الفيديو انت الفيديو اللي انت محدده. مثلا هذا الفيديو انت محدده مباشر يمسح لك على اليمين كل شي. مثلا محدد ثلاثة فيديوهات ما راح يمسح لك شي فقط يمسح من الجزء الابيض واليمين. فقط مباشر بهذا الشكل. ما راح يمسح لك الاجزاء الثانية من كل فيديو. فقط الجزء الموجود انت محدده في التايم لاين. مثلا هذا الخطة الابيض اللي هو خطة مباشرة راح يمسح على يمينك كل شي مثلا انا ريد امسح هذا الفيديو كله المنطقة هذه كلها مسحها مباشر اضغط على هذا الزر راح يمسح ليها شايف وهنا راح يجمع ليها لانه انا شغل التجميع وهنا عكسها اليسار راح يمسح لك كل شي على اليسار بهذا الشكل لاحظ يمسح كل شي على اليسار وارد يجمع لك يا مباشر بهذا الشكل مثلا عندي المنطقة هذه ماني عايزها مباشر راح اقلصها بهذا الشكل تمام وهنا هذا المنطقة راح يقص لك الفيديو الى جزئين في هذا الشكل يعني راح يبدأ يقص الفيديو الى جزئين منفصلين يعني هذا الجزء منفصل وهذا الجزء منفصل عشان ايش ممكن تشتغل عليهم او عشان الطفل اللي يضم الفيديو بهذا الشكل تمام عشان هذول راح تستخدمهم بكل فيديو اه رئيسي في عمليات المونتاج و اه اشياء الخاصة في المونتاج طبعا هنا القائمة هاي ترجع الخطوات اللي انت اشتغلت عليه وهذه مهمة جدا اللي هي في اختصارها من تمام ترجع اي خطوة انت اه عايز اشتغلتها على اي خطوة وعايز تتراجع عنها مثلا تلوين خاطئ قص خاطئ مباشرة تهجع بهذا الخطوات اللي وراء تمام عندك من هنا اليمين هنا قائمة اللي هي قائمة القص وقائمة الادخال اللي هي تدخل نص راح نجي وحدة وحدة القائمة هذي الان شغال عليها هي قائمة انك تقدر تحكم بجميع العناصر القائمة هذي سبلت سبلت اللي خاصة في القص تمام اقص 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 اشياء بسيطة جدا القائمة هذي راح تدخل مثلا دخل عايز ادخل جزء من الفيديو على هذا الفيديو بهذا الشكل او انقل جزء او قص جزء شوف لاحظ معي بهذا الشكل او اليسار بهذا الشكل انقلها على اليسار تقدر تنقل اجزاء وتقص اجزاء مع بعض في الفيديو طبعا عندنا من اسفل هنا قائمة التايم لاين هالقائمة طبعا هذه تقدر تتحكم فيها وترفعها على فوق شوف اجزاء كثيرا الفيديو بهذا الشكل فتظهر عندك هذا القائمة هنا اي عنصر تضيفه راح تيظهر لك زي القائمة كل عنصر تضيفه في مكان معين تظهر لك قائمة جديدة مثلا اضفت هذا الفيديو اضفت هذا الفيديو تظهر لك قائمة جديدة بهذا الشكل الجميع العناصر راح تكون بالترتيب ويتم تشغيل الاعلى ثم الاسفل يعني بهذا الشكل الفيديو الخط هذا راح يمر يشغل من اعلى ثم الاسفل بهذا الشكل خط واحد يعني راح يظهر طبعا اول شيء لعلى من ثم الاسفل اذا كان فيه مود او شيء كما مثل ما نعرف يعني بعمليات المونتاج طبعا الآن نقدر نقول انه تعرفنا على الواجهة الرئيسية في تطبيق كاب كات عشان ما اطول اكثر من كذا وإلى هنا انتهينا من حلقة هذا اليوم اتمنى اني يكون قدرت ابسط لك الامور كلها في تطبيق او في كورس كب كات الاحترافي واتمنى منك تدعمنا باللايك والشير وتشارك هذا المحتوى مع اصدقائك المهتمين في المونتاج والتصوير وصناعة المحتوى عشان يستفيد من هذا الكورس المجاني ولا تنسى تضغط على زر الاشتراك وتضغط على زر اللايك عشان يستفيد الجميع وينتشر هذا المحتوى عند الجميع واشوفه في الحلقة القادمة وفي الختام سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته